إذا تناوية تشتري الآيفون 6 بلس بحجم الكبير، هناك أشياء يجب أن تعرفها، تابعونا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوك في بصل السيف وفي الآيفون 6 بلس الجهاز الجديد الذي جابته أبل ومن خلاله دخلت المنافسة في أجهزة الجوال كبيرة الحجم في أشياء أساسية، قبل أن تتخذ القرار بشراء واحد من هذه الأجهزة، يجب أن تعرفها سماكة الجهاز 7.1 إنشو، وهذا السماكة جعلت الجهاز مميز من ناحية النحافة فإذا تفكر في جهاز يكون نحيف، فأعرف أن الآيفون 6 بلس هو أحد هذه الأجهزة المتميزة آيفون 6 وآيفون 6 بلس فيها شكل متغير، فأنتحدث عن حواف مختلفة في مسكة اليد، تلاحظ أن الجهاز مختلف من ناحية الحواف والملمسة العام للجهاز يأتي بثلاث ألوان، الذهبي الفضي وبرض الرمادي كاميرا 8 ميجا بيكسل وتختلف عن كاميرا الآيفون 6 العادي بأنه فيها نظام OIS Optical Image Stabilization، شيء لتثبيت الصورة وتجعل الصورة أحسن وهذا الشيء يجعل الكاميرا تطلع عن الجسم، فهي ليس مسطحة من الجهاز الخلفية، الكاميرا تطلع قليلاً وهذا الشيء سيكون نتيجته، كما تلاحظون، الجهاز ليس بمستوي بشكل كامل من الخلف وأيضا كما تلاحظون، الشاشة مرة قريبة على الوجه الأمامي وهذا شيء جداً ممتاز في الجوالات عندما نتحدث عن صفاوها عالية، والشاشة هذه 5.5 إنش فل اتش دي 1080 بروغرسيف، ودقتها تصل إلى 401 بي بي آي وعندما نقارن الشاشات حجمها أكبر من الشاشة هذه، نلاحظون أن هناك شيء الجسم أكبر على الآيفون 6 بلس، ولكن الشاشة أكبر على جوالات كثيرة عندما نتحدث عن نوت 3، نوت 4، زي 2، زي 3، وحتى جي 3 من الجي الشاشة تكون أكبر على هذه الأجهزة، وفي بعضها وصلت إلى الألترا اتش دي دقة عالية ولكن شاشة الآيفون جسم أكبر من نفس الشاشة وعندما نتحدث عن جسم أكبر، نتحدث عن الحواف الفوق والحواف التي تحت المعالج الموجود في الجهاز A8 بقدرة 1.4 وثناء النواة نتحدث عن الساعات التي يأتي فيها الجهاز 16 و 64 و 128 ونحن لاحظنا أن تحدث الـ 32 موجودة في حسبة أبل تعودنا على أجهزة أبل أن لا يكون لديكم إمكانية الذاكرة الخارجية كاميرا أمامية 1.2 ميجا بيكسل ونستطيع أن نقول في إمكانيات مضافة مثل الـ NFC الذي يعملها لخدمة أبل باي وهذه الخدمة تكون موجودة في أمريكا و بعض الدول الأوروبية الجهاز يأتي في بصمة بالضبط مثل الآيفون 5S ونتحدث عن تطوير هذه البصمة والبانيات ونتحدث عن الواي فاي الجديد A-C السبيكر موجودة تحت الجهاز وعندكم اللايتنينج وعندكم هنا فتحة السماعة ونتحدث عن الشكل العام للجهاز فتقريبا نتحدث عن نفس الأماكن التي موجود فيها كل شيء مثل الآيفون 4، الآيفون 5، الآيفون 5S وعندكم أيضا نتحدث عن الآيفون 6 والآيفون 6 بلس هذا هو اللي قدامكم وملاحظين نفس الأماكن تقريبا السعاره تبدأ من 3150 ريال وانطالع على حسب الحجم الذي تأخذه إذا انت مليت من حجم الشاشة في سلسلة الآيفون فالآيفون 6 بلس يعطيك شاشة 5.5 انج نوعيا الشاشة هذه أكبر بكثير من الشيء الذي تعودنا عليه في نفس الآيفون فإذا انت من هوات الشاشات الكبيرة نستطيع أن هذا يكون جدا مناسب لك إذا انت ترقي في نفس مجال الآيفون يعني توجد شيء من أبل وإذا تكون هناك أبل وتستمر مع أبل الشاشة حجمها جدا ممتاز سيكون في الآيفون 6 بلس الأنمينيوم ليس من خصائصه قابلية الحناية يعني عندما تأخذ شيء الأنمينيوم وتثنيه أنه يرجع مكانه هذا الشيء ليس من خصائصه البلاستيك يجب أن يرجع مكانه بكل بساطة وهناك مواد مصنعة تكون ليس الأنمينيوم واسمها آلوي مدمجة نفس النوعين معدم مع بعض والمواد هذه تجعل الجهاز أكثر صرابة وأقوى الأنمينيوم خيار جدا ممتاز لو أنت تجعل الجهاز خفيف وهذا بالفعل نرى ومئة وسبعين جرام على نفس الجهاز الآيفون 6 بلس بالحجم حق الشاشة هذه هناك جوالات بحجم زي الشاشة هذه أخف من هذا ولكن نتكلم على نفس الأنمينيوم والأشياء التي رأيناها هي الحقيقة للانحناء والانعفاط والانطعاج الموجودة على نفس الجهاز الشيء هذا وارد ويصير مع الجهزة كثيرة عن نفسي أرى بزيادة المشكلة الموجودة هنا ولكن برضو ما ننكر فيه جوالات ثانية مرت علينا فيها نفس المشكلة مع وقت طويل مع استخدام وشيء كذلك إذا كنتم ترون أن يريد أن نأخذ آيفون 6 بلس ونحاول نثنيه لكي نثبت قدره حقه لا يمكن أن الفيديو هذا يستاهل منكم لايك وعلى الفكرة اللايك لا يأتي بأي فلوس على اليوتيوب فإذا كنت ترون أن نأخذ واحد ونفطه أعطينا لايك على الفيديو هذا أيضاً من الخصائص الألمنيوم أن أي ضربة بسيطة تبقى على الجهاز وتباني عليه شيء يعجبني من نفس الواجهة للآي او اس 8 لما جدت على شاشة كبيرة بالحجم هذا أنك عندما تدور الجهاز على طول بدور معك نفس العيقونات هذه بتعطيك إمكانية استخدام أكثر في بعض التطبيقات مثل المسيجات والمسيجات ستجد أن تصفحها أفضل هل الكاميرا أفضل؟ الأو اي اس اللي بس موجود في نسخة الآيفون 6 بلس ما سوى فرق كبير مع كثير من الناس المتكلم على سعة تخزينية مستحيل أخذ جهاز بالحجم هذا وبس 16 جيجا بايت فيبغى لي أدخل إلى مضمارة 3800 ريال أربعة ألاف ريال ويمكن هناك أجهزة أحسن بالسعر هذا أستطيع أن أجيبها ولكن أكيد إذا أريد شيء آي او اس بنظام أبل نفسها التشغيلي فهذا خيار جداً ممتاز بالحجم هذه الشاشة البطارية جداً بطن نتكلم على 2900 وشوي فصار فيها قدرة أن تقعد نفس الفترة التي تقعدها بطاريات الآيفون 6 و 6 و 5 و 5 اس و الهاتف وشيء بتلاحظه بشكل جداً كبير الحوافر مستقيمة كانت تساعد بثبات الجهاز في اليد أما الآن تلاحظوا أن الجهاز سليبري و أول مستقيمة سليبري و ينزل بشكل جداً سهل هل هذه ميزة أو يمكن أن يبدأ الحجم الكبير لأساس أن تستطيع المسك الجهاز براحتي شخصياً أرى مشاركات كثيرة فيها نفس حجم الشاشات الكبيرة و فيها الفابلس مرة ممتازة أن أبل تدخل المنافسة و تبدأ تطرح أجهزة بالحجم هذا 5.5 ان شيء جديد كبداية و ممتاز كبداية من نفس أبل و نتمنى أن يكون لديهم تطورات جداً أكثر نتمنى التعليل على المشكلة التي حصلت على العواج و قلت لكم أن نعفض الشيء الثاني الذي أريد أن يكون هناك قيمة مضافة كالذاكرة و الـ NFC لماذا نريد أن نستخدمه؟ على فكرة إذا لديك جهاز اندرويد في قدرة الـ NFC لترسل صورة من الجهاز إلى الجهاز بكل بساطة و ترسل الصورة على الشاشة و على ظهر الجهاز و يذهب للجهة الثانية الأشياء مثل هذه بسيطة يحتاجها لكي يكون المشاركة في نظام IOS سهلة بلوتوث لا يقبل مع أي جهاز أيضاً لديكم الـ NFC فقط لدفع ترهيم موجودة من أولاً على شيء اسمه والت و هناك فيديوهات كثيرة تشرع لكم والت و القدرة على استخدام نفس الوالت و نسأل لكم فيديو كيف أشتري من الجهاز؟ أيضاً أعطونا في التعليقات هناك أشياء بطلة موجودة في الجهاز هذا لا ننكر و جداً ممتاز أن أبل دخلت المجال ولكن أتوقعت أنه يكون شيء أفضل لأنه النظام التشغيلي IOS 8 هو موجود على آيفون 6 و آيفون 5 و آيفون 5 اس فلما حطيته بالحجم هذا ما أخذ معي أي فرق لا يصبح شيء إضافي عندي إلا هو الشاشة التي في الأرض أما غير ذلك لا أرى قيمة مضافة كبيرة موجودة بالنظام IOS 8 عندما أطلع للحجم هذا وفي العادة عندما تأتي أجهزة الاندرويد أو الويندوز تعطيك شاشة كبيرة يجب أن تضع قيمة مضافة يعني الشاشة تنقسم جزئين و لديك قلم و لديك إمكانية أيضاً أن تصبح أكثر من شيء تعمل لتطفو هذه الفيديوهات التي تطفو و نرى على الشاشة شاشة كبيرة و إمكانيات أفضل وأكثر هنا شاشة كبيرة و بطارية جيدة و كاميرا جيدة إذا أعجبك الفيديو هذا نذكرك في الاشتراك معنا في القناة و غير كده في أشياء كثيرة جاءت لكم بإذن الواحد أحد عن نظام IOS 8 و برضو عن الآيفون 6 و 6 بلس سبحانك الله و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك لا تنسوا أعطوني لايك و سبسكرايب للأشياء هذه كلها أخوكم فيصل السيف و القناة التقنية إن شاء الله الأبطل في العالم السلام عليكم و رحمة الله و بركاته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته السلام عليكم و رحمة الله و بركاته